احتمالات شن عمل عسكري على إدلب يبدو أنها غير مستبعدة بعد ففي تلويح جديد باستخدام القوة عبر رئيس إدارة العمليات التابعة لهيئة الأركان الروسية الفريخ أول سيرجي رودوسكي عن قلق بلاده حيال الوضع في المحافظة الخاضعة لاتفاق خفض التصعيد فيما شدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على ضرورة تطهير الجيوب المتبقية في إدلب بالتزامن مع حل مسألة عودة اللاجئين إلى سوريا وقال لافروف بما يخص الوضع في سوريا أنه لا يزال هناك الكثير للقيام به وبالتزامن مع القضايا على عناصر داعش والنصرى الذين ما زالوا في إدلب على وجه الخصوص ميدانيا قالت وزارة الدفاع الروسية أنها رصدت مسلحين من هيئة تحرير الشام الإرهابية وتنظيمات أخرى يحشدون قواتهم في شمال محافظتي حماوى اللاذقية وفي جنوب غرب مدينة حلب ويخصفون من هناك مراكز سكنية وفي السياق أفادت وكالة سان التابعة للنظام بفقدان ثلاثة أشخاص لحياتهم وإصابة ستة آخرين بجراحة متفاوتة في منطقة جمعية الزهراء السكنية على الأطراف الغربية في حي حلب الجديدة جراء استهداف المنطقة بعدة قذائف مصدرها المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام بدورها قصفت قوات النظام أماكن في بلدة كفرزيتا وقرية الصياد في ريف حمى الشمالي دون ورود أنباء عن إصابات وتسود محافظة إدلب بالإضافة لأرياف حلب وحمى واللاذقية المتاخمة لها حالة من التوتر والترقب لما ستقول إليه مسير المنطقة في ظل سيطرة تنظيمات وفصائل إرهابية تحظى بدعم تركي مباشر ترجمة نانسي قنقر